اكد سعدة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي اهتمام ودعم البرلمان العربي لمخرجات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي احتضنتها مملكة البحرين واوضح العرادي ان البرلمان العربي سيعمل ضمن اولويات خلال المرحلة القادمة على تنفيذ مخرجات القمة العربية والمبادرات التي اكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى خلال كلمته السامية التي القاها لدى افتتاحه للقمة العربية جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي عقلت برئاسة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة